مش بس كرمال رابعة أنا بس ما بسامح رابعة كرمالة كرمالة أنا أنا بدي ارتاح عندي سلامة داخلة اللي عم بيشتغل فيه انه أنا مسامحة غصبا عني معقول ما بتكرهي ما بتحقدي ما بتزعلي هيدا اللي برهنتم اللي كتير أزيوني بدماني بيتطلعوا فيه وبغمرهم وبحبهم بتغمريهم من قلبك عملا هيدا اللي انه هيك بقلي كرمالة كيف بدي صدق انه إنسان نحنا خير وشر نحنا منغضب نحنا منضعف قوية بمحلات وضعفة محلات طلعت بمقابلة لتبرر المقابلة اللي قبلها أنا ما برر لا 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 أنا أصعب شي عند التبرير بجمض على التبرير لأنه ناسي طلبوا مني مقابلات كتير ناس اللي عم شوفهم اللي بيحبوني والأدفايزرز من كل شي أنا ما عندي دايما رأي واحد من شخص واحد عندي بيرمد وفيها من الكلفة من كل الألوان وبسمع هيدا سر نجاحي أنا بسمع مش بس بقول أنا قررتك أنا لها ما بدك تموت لا ما بدك تموت بس إذا بيجي هاللحظة حقيقة حتمية ما فينا نهرب مننا يا رات أنا عندي أنا رحفة لحفة للقاء ربي هيدا غير موضوع أنا الأرض بمجد الباطل الفاني الزائل ما بيعنيلي إذا هلأ بتقوليلي بعم أنا في خولك أنه أنت يكون عندك عشر صورة أو تروحي عملكوت ربك هيدا شوية مورقييات شناك هنا بيقولوا الناس مفرسحة تختاري أنه أكيد من عملكوت ربك عشر صورة ما بيهمني كلمال ما في ماد بتغريني ولا أغرتنا هيدا اللي كان أقوى شي في بعدك لليوم ما بتغريك الماد هيدا سر ما بدك تكوني غنية وتكون رحكون أغنى شخص بعشو هيدول مش تنعقدات شوفي شو أصدق أغنى بالمال هيدما هلأ بالمال أهل بالفتور لأنه أنا هلأ عادة حالة غنية هون وهون بس إلتي رحكون أغنى شخص بعرفه بالمادة ساعته بالمادة ساعته أمر 16 سنة كنت بصف المدرسة عم بكتب شي من عيش لمن و لشو تقسمك يكون بتدخيتي وبعد عم بكتب أطروحها بصف فلوزوفي مادام تلير تطلع بتقلي شو صارلك أنت شحر عم تكتب تلعق ريننا هلأ شو عم تكتب تلق أكيد بطلع على المنصة كان عندي أنا ثقة كانت كتير يتنمر علي من أصحابي إنه شو كانوا يقولوا إنه كتير أنا واسقة بحالي كتير يعني أنا كتدربت مع التنمر لأفرته إنه منه غير بضعة أنرجي ذائلة كنت تسألي أمك أو بيك كيف الله شو كان يجيك الجواب كيف شكله كنا لأنه نحن مؤمنين ما ننسأل إنه ننسأل كيف شكله طوبة للي بقامن فيه بدون ما يسأل متلمات اليقين يعني فهيدا السلام الداخل اللي أنا عندي الصالد بلاتفورم عندي هو من ورا الأهل اللي أمنوا لي بهمك المال ما بهمك رجل ثري يعني هلأ تقولي لرجال أخذوا فقير أو غني أكيد بفضل لأنه اليوم المادة بتلعب دور كتير مهم باللوكس الصحة إذا بديك أنا بهمني كتير أخذ مصاري بس لا أعطي أنا بس بحب يعني إذا بديصير أغنى شخص بعرفه لا أعطي أكتر ما إني بأخذ هيدا الساتسفاكشل أنا عندي إيها بخضاء بس أنا مظاهر البزخ موجودة يعني نحن اليوم شايفين أناقة ترتيب يعني هذا كله بده وبده مال أكيد بتأكيد يعني نحن أصلا صرنا بعصر اللي إذا أنت براديو صار بدك أنت وإنت من الفنانات الأجرون عالي يعني أكيد حقك أكيد حق الإنسان أنا هيك بشتغل وحطيت على حالي كل هالسنين وإذا ما بدي أتقدم وصير كل سنة اسمي عم بيعمل كبرودكت حلو مادة معينة بكون أنا عم بشتغل خلط كمان حسيت بزعل من اللي ما بيفهموني زعل اللي عم يسألك على الناس على حالي عليا أنا أنه قد يبدي أعمل بعد لمساجي يوصل طب باميلا ليه دايما بتقولي ما بيفهموني ليه بتعتبري أنه الآخر ما بيفهمي بيكتير بيفهموني على فكرة سدينة كتار 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 هول الأسئلة بالمقابلات بتنحط بيطلع أني ما بنفهم ويرأس كل اللي بيحضروا لي مقابلات التحن اللي عم بنيله كتير كبير ناس ناس الشارع غير الصحافة غير النقاط غير النخبة كله أكيد أكيد يعني كأنك عم بتقولي لتشبه السوشي أو التابولة أو الرزي يعني كل واحدة كويزين أي أصدق أنا الأصدق شي بيناتهم أنت لأني اخترت الصدق اخترت الصدق اللي ما بيخدوش لمنه فيه وقحنة لما فيه أزية كيف تشوف الرجل شوف الرجال غير اللي نحنا بنعرفه بي رخامته بي حكمته بي شوفه كتير حنين شوفه إنه لما هي تكتعرفه من بيه كتير اللي أنت قد ما تكبره رح تضلك صغيرة تحت جناحة كان حنون أو حنون بي نحنا بالبيت أصلا الحنية بس الرجال بشوفه بدي شوفه بيكبأ يعني بدي شوفه بطريقة حتى إذا وصلنا لمرحلة لأني أنا مشهورة إنه ما يكون عنده عبق زوج الستة نقول إذا كان صار على هالمرحلة عرفت قدي يكون كبير كبير معطاء اللي بيكون كريم بيجيبته بيكون كريم بكل بكل مقابلاتي بي لبنان بس للأسف ما بعرف شو هالسر الطمع اللي عنا إيه لهالسكوب اللي ناخده من هالإنسان ليه عم تقبليه؟ مش أنا بس بقبل يعني متلي متل ما عم تقطع على كل المقابلات اللي بحضرها مع ببليك فيجرز اللي عم يطلع منه لهالفنان بالمقابلات ما بقى حقيقة والسنادنا علي عم بقوله إنه صح مين بعد من المفكرين أو الحلوين أو المزبوطين عم بيقبال يطلع اليوم يا من المقابلات ما حدا ندمتها هالطلعات وهالتصريحات اللي سرحتيها؟ ما عندنا دائمة بحياتي أبدا لأني عارفة إنه المسج اللي عم بقوله من قلبي وحقيقة وبدي أبني بالعكس ما بدي كسة أنا براسي فيه تشجير وتزهير لبلد ولأشخاص أكتر من إنه يكون عندي فكرة يمكن تكون حاقدة أو ساخرة من حدا أو أبدا حياة الموت حياة شوفك كل حدا مؤمن مزبوط لوين منروح بعد الموت باميلا؟ بظن إنه كل حدا مؤمن ما في عنده مخافة الموت المؤمن اللي عم بي اللي عارف بطريقة وإذا بدك مش عارف لأنه نحنا كمان ما منحط شارط لك شو؟ وين رايحة أنا بدي أعرف وين بدي أعلى؟ لا أنت ما فيك كمان على علم الله الكتير الكبير تقدر تختصره به هالراس الكتير صغير فكل شي نحنا منحاول نعمله إنه نحنا نطمع ونبغى نفوت عملكوت ربنا لأنت رح توصل إلى مرحلة بديك تحاسبة على أقوالك وأفعالك أنا وياكي طبعا على أنت ماذا جنيتي ماذا جنت يداكي أو أفكارك أو سلوكك أو أو رح قل لك اسمين مش من العمر طبعي أنا أوكي؟ قول اللي بدك يا لأنه هول النسوين بالنسبة إلي بالعمر الألماظة اللي مستخرجينه منهم أنا بقل لهم واو برافو كريستين شويرة كريستين شويرة جوليا أصار رولا أحمد أكيد يعني اسم هي اللي إخد هول نوعية ماشة الممثلات ترى العبود عم تروحي على شخصيات تمثيل محط بعيد عن البحرجة لا بوتوكس لا ثلرز لا يعني قدي بشبهوك نتبع نفس الروح نفس المدرسة مع أنك أمي أنا ملابحة أوروبية يعني شكلة لستة اللي بشبهها كتير أوروبية بيضة شقرة كل شي هيك ناعم أنا بشوف أم كاريزماتيك في طلي في بريزنس بس كجميل أنا مني جميلة بس أنت بتسمع أنك أنت جميلة بسمعها وبحبها حلو بتحب تسمعيها من الرجل؟ ما في مرة ما بتحب تسمعها بالمطلق أكيد وخاصا إذا منعيون رجل لأنه بيعرف كيف نقل الرجال إذا كان نزوي ما في أحلى من هالكلمات ولكن في حقيقة كمانا أنت تعرفي وين أنت يعني ما بحب شوف حالي جميلة شو يعني ما بحب شوف حالي جميلة؟ ما بحب هيدا اللي ينقال عنها لأنني ما بشوف أنه أنا بالجمال الجمال ستة كانت ستال لهي من يعني شخصية عليا بكريستال هي مستوحية كتير من هيد السيدة الأنيقة المرتبة البرجوازية بحركاتها بالسلوكها حتى أحساسها حتى قدي لأنه كمان كانت تورس ستة رزموندا الحساس كتير بيوصلنا مرحلة وقتا بدي كثير هيدا المرة اللي بيقولولي كرويلا بتلبس هيدا الألوان قد تيك تخبح حساسيتك بهيدا الماسكات فوين اللي صار يتطور دور عليا مع الوقتا صرنا خلاص عم نشوف العقد كيف عم بت عم نحكي فيها الجلد اللي كان عندي حتى كان عندي كنت كتير براسة ما افهم اللي بيخافوا من الله أكيد كلنا منخاف من الله المخيف اللي عم نحكيه كان خوفوك أهلك من الله لا كان الله بالنسبة لقلنا مش في حدا حتى اللي إذا بيبعث لك شي مش منيح الله ما بيبعث الشي المش منيح انت بيجيك باراسايت برازيت تمتيج من بره زب 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 هولي انت بتكون تجربتك ليشوف إذا رح ترجع تروحي على طريقه مؤمنة كانت اطلب منه انتر نساعة اطلب منه بس اي شي بده يتجير يصيب أهلي يتجير إليك واي شي بدك انت مساج لان انا كنت من انا وشي اي شي يعني سيئ بده يصيب مخروح يصيب أهلك بتجير إليك ولاني عارفة كنت بس اكبر رح سير فنانة انه اي شي بدك تقوله يكون من عبري يعني يكون انت لسانة وكون بأفكارك كانت تسع سنين عارفة حالك رح تصير فنانة ممثلة 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 ليه مش مغنية كنت عارفة بس ما حط على مغنية كنت عارفة ان رح اطلع عمثلة كان فيه احساس اقوى منك